متى يكتشف النرجسي قيمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال معكم قاتش رامان زريوح في فيديو حصري فيديو يجب على كل ضحية نرجسي أن تشاهده لماذا لأنني سوف أكشف عن الحالات الثلاث التي تجعل النرجسي الخبيث هذا الشيطان يعرف قيمتك يندم عليك هل أنت مستعدة لكي تعرف هذه الأسرار إذن شاهدي هذا الفيديو حتى آخر ثانية قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى الخطير لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل أرجرس فمرحبا بكم أحبائي قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط إذا كنت رجلا وضحية لمرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتصب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئتي الله النرجسي الخبيث بطبيعة الحال هو يعذبك هو يؤذيك هو يستغلك هو يحتقرك بطبيعة الحال يريد أن يظهر أسوأ ما فيك يحاول أن يغطي على صفتك الجميلة ويسلط الضوء على سلبياتك ويضخمها بطبيعة الحال حتى يظهرك على أنك فاشلة هذه فقط لعبة من ألعبه الشيطاني لكي يصل لهدفه ألا وهو تدميرك النرجسي يريدك أن تعتقد بأنه لا قيمة لك سطر على هذه الفكرة لأن هذا الفيديو فهو يرتكز عليها هنا سوف تسألينني كوتش نعمان ومتى سوف يعرف هذا الخبيث قيمتي الحقيقية انتبهي جيدا لأنني الآن سوف أكشف عن الحالات الثلاث التي تجعل هذا النرجسي يعرف قيمتك أولا عندما تصمتين كيف ذلك يا كوتش نعمان سوف أشرح لك النرجسي يستعمل الصمت ضدك بطبيعة الحال لكي يعذبك لكي يتلاعب بك لكي يبتزك إلى آخره ولكن ماذا إذا عكست الآية وإذا وجهتيه بسلاحه سلاح الصمت هنا بطبيعة الحال سوف تختلط عليه الأمور فكلما ضام الصمت كلما كان لديك نفس طويل وهذا صعب خصوصا إذا لم تكن مستقلة ماديا ولكن في هذه الفرضية إذا طالت مدة صمتك فاعلمي أن النرجسي سوف يخرج عن السيطرة هنا بطبيعة الحال سوف يفتقد لكل تلك الإيجابيات التي اختارك بناء عليها نعم وقد اختارك بناء على مصالح يا إما لكي يستغلك جنسيا عاطفيا ماديا اجتماعيا إلى آخره وعندما تصمتين فأنت تسحبين هذا الوقود النرجسي الذي يبحث عنه وهنا سوف يجن جنونه حرفيا لأنه سوف يبقى بدون وقود خصوصا إذا لم تكن لديه فريسة ثانوية جانبية قد يستغلها عندما تواجهينه بالصمت هنا بطبيعة الحال سوف يحتاجك لن يحتاجك أنت لأنه يحبك لا سوف يحتاج الأشياء التي كنت تعطينها له قبل أن تصمت قبل أن تتجاهليه قبل أن تسحب الوقود النرجسي وسوف يعرف قيمتك لأنك بالفعل مهمة في حياته بل بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونك نعم إنها الحقيقة والنرجسي يريد أن يظهر لك عكس ذلك يريد أن تعتقدي وأن تؤمني بأنك أنت من لا تستطيعين العيش بدونه ولكن عندما تصمتين سوف تكتشفين بأن العكس هو الصحيح نعم يا أخت العزيزة هذه هي الحالة الأولى التي يكتشف فيها النرجسي قيمتك ثانيا عندما تنفصلين عندما تفكين الرباط بينك وبينه عندما تتطلقين عندما تبدأين حياة جديدة ولكن بدون أن ترجع إليه بطريقة الحال لأن الخبيث فهو دائما ما يعود ودائما ما يحاول استرجاعك هنا في قيبي سوف يعرف قيمتك الحقيقية لأنه بالإضافة للنقطة الأولى ألا وهي أنه قد فقد وقوده النرجسي فهو قد فقد أهم شيء يعيش من أجله يا أخت العزيزة أتعرفين ما هو؟ قبل أن أجيب أخبريني في خانة التعاليق إنها السيطرة التحكم أنت ملك له أنت شيء يستغله أداة لكي يصل لأهدافه إنها الحقيقة التي عليك أن تقتنع بها وعندما يفقدك فهو يفقد جميع الأشياء التي كان يستغلك من خلالها بطبيعة الحال سوف يفتقد للأعمال المنزلية التي كنت تقومين بها لأنه فوضوي لأنه قذر أليس كذلك أخبريني في خانة التعاليق هو لا يستطيع أن يعيش بنفسه يعيش كخنزير إنها الحقيقة هكذا هو أنرجسي بالإضافة لأنك سوف تحرمينه من الجنس سوف تحرمينه ربما من المادة من المال إذا كان يستغلك ماديا فأنت بخلاصة عندما تنفصلين عنه فأنت كما لو أنك قد بطرت عضوا في جساده سوف يحس بالألم الشديد لأنك امتداد له أنت تنتمين إليه عليك أن تبقي دائما تحت سيطرته عليك أن تركع إله عليك أن تعبديه والعياذ بالله نعم أنرجسي يرى نفسه إلها وأنت عليك أن تطعطئ الرأس وأن تطعيه بدون تردد وعندما يراك متألقة بعيدة عنه دون أن تنصعي لمحاولاته فيه جعلك تعودين ترجعين فهنا سوف يجن وسوف يكتشف أنه قد فقد كنزا أنت كنز بالنسبة للنرجسي ولكنه لن يعي بقيمتك حتى يفقدك أليس كذلك إن كانت هذه حالتك إن كنت قد انفصلت عن هذا الخبيب ولاحظت أن حالته قد تدورت صحته هندامه حالته الاجتماعية فهذا لأنه قد فقد عنصرا أساسيا في كينونته أتعلمين ما هو إنه أنت أنت الفريسة الرئيسية أنت ذات قيمة لا تقدر بثمن ولهذا فقد اختارك بناء على العديد من المعايير تذكر أن النرجسية يعرفك أكثر مما تعرفين فيه نفسك لأنه قد درسك ثلث شهور بل أعوام في بعض الحالات حتى اقتنصك لأنه تأكد بأنك الفريسة الرئيسية المناسبة أنت الصيد الثمين وعندما تخرجين من هذا السجن عندما تحلقين بعيدا فهنا أنت قد دمرت النرجسي هذه يا أختي العزيزة هي الحالة الثانية التي يكتشف فيها النرجسي فجأة قيمتك الحقيقية الآن أريدك أن تنتبه جيدا لأننا وصلنا لثالث آخر وأخطر حالة يكتشف فيها النرجسي القذر قيمتك إنه عندما يستبدلك بفريسة خاطئة النرجسي لا يستطيع أن يعيش لوحده عندما تنتهي العلاقة معك سوف يقفز لضحية أخرى بطبيعة الحال كان يعرفها وهو في علاقة معك كان يخونك معها تذكري أن النرجسي هو متعدد العلاقات وبطبيعة الحال عندما ينفصل عنك عندما يزارئك أو عندما تنفصلين أنت لوحدك فهو قد مهد الطريق لكي يقفز للضحية الأخرى ولكن ما الذي يحدث في العديد من الأحيان هي أنه بعد أسابيع أو أشهر يكتشف النرجسي أنه قد أخطأ الصيد هذه المرة بأن هذه الفريصة هذه الضحية ليست مناسبة يا إما أنها لا تعطيه الوقود النرجسي الذي يحتاجه أو لأنها ذات شخصية قوية متمردة لا تنصاع له وبطبيعة الحال هنا سوف يندم عليك أشد الندم لأنه سوف يكتشف أنه قد فقد إنسانة ذات قيمة عالية ليس لأنه يحبك أذكر بهذه الملحوظة بل لأنه يحب الأشياء التي يأخذها منك المصالح يا أختي العزيزة النرجسي ومصلحي حشرة طفيل يا يقتات على الآخرين وأنت هي مصدر اقتياته الرئيسي عندما يستبدلك فهو بطبيعة الحال يبحث عن ضحية أفضل منك ولكن صدمة سوف تكون مروعة عندما يخيب أمله وظنه في الضحية الجديدة وهذه الحالة تحدث في كثير من الأحيان العديد والعديد من النرجسيين بعد أن يفقدوا الضحية الأساسية الرئيسية الأولى فهم يقفزون لضحية ثانوية ضحية جديدة خاطئة إن كانت هذه حالتك يا أختي العزيزة انزل الآن لخانة التعليق وحكي لي تجربتك كيف أن هذا الخبيف عندما انفصل عنك قد قفز لضحية خاطئة هنا بطبيعة الحال بعد أن يصطدم النرجسي بهذا الحائط فسوف يحاول أن يسترجعك بجميع الطرق إما عن طريق تهديدك لعب دور الضحية إغرائك ابتزازك إلى آخره هنا أريد أن أحذرك من مغبة العودة للنرجسي إياك أن تعودي لأن عودتك إليه تعني ضمارك يا أخت العزيزة ودوري في هذه القناة هو أولا أن أساعدك على اكتشاف النرجسي ثانيا على الانفصال عنه بطبيعة الحال عندما تتأكدين أنه سام وثالثا أن تسترجع حياتك وأن لا تعود لهذا المستنقع هذه هي رسالتي أريد أن أن أنقذ أرواحا ولهذا فأنا أطلب منك أن تشارك هذا الفيديو ومحتوى هذه القناة مع أكبر عدد من ضحايا النرجسيين وإذا كنت تشاهدينني أو إذا كنت تشاهدني فلا تنسوا الاشتراك في القناة لأن هناك العديد من المشاهدين يشاهدون لبانتظام ولكنهم غير مشتركين الاشتراك الاشتراك في هذه القناة يعطي إشارة لليوتيوب على أنكم تستفيدون وهذا يشجع على اقتراح هذه المواضيع لكي تصل لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين أختي العزيزة هذا الفيديو أريدك أن تشاهديه مرات ومرات لكي تعرف قيمتك أنت ذات قيمة عالية جداً ربما أنت غير وعية بها ثقي بي أنت إنسانة متميزة لأن النرجسي قد اختارك من بين مئات النساء هذا الخبيث فهو كالنسر هو يقتنص الفريسة المناسبة أنت هي أفضل فريسة تمكن من استياضها ولكن بما أنك قد خرجت من قبض بما أنك قد تخلصت من مخالبه فعليك أن تحلق بعيداً عليك أن تسترجع حياتك عليك أن تكون سعيداً إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها رابطاً لتتواصلوا معي روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف أيضاً هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالاً أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق هذا السؤال هو ما هي الحالة أو الحالات التي صدمتك أكثر من بين هذه الحالة الثلاث التي كشفت عنها في هذا الفيديو أجيبين الآن في خانة التعليق أسفل هذا الفيديو تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم وكالعادة أحبائي كونوا سعداء